إذا كان قارناً أو متمتعاً قلنا فالهدي عليه واجب طيب هو لا يملك ثمن الهدي ماذا يصنع؟ يصوم من لم يملك ثمن الهدي ولم يستطعه يصوم ثلاثة أيام في الحج ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى بلده بعد انتهاء النسك لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام متى صوم الأيام الثلاثة دي؟ صوم إمتى؟ تلف العلماء في الأيام الثلاثة التي تصام في الحج على أقوال أشهرها قولان الأول أنه يجوز له أن يصومها من حين أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج لا إله إلا أنظر إلى الساعة وإلى الفضل من لحظة ما يحرم بالعمرة يجوز له أن يصوم هذه الأيام إن كان يعلم أنه لا يستطيع الهدي هذا اختار الشيخ يسام بالتنمية طيب الله ويثراه ويستحب يستحب أن يجعلها السابع من ذي الحجة والثامن ألا وهي يوم التروية؟ قالوا ويوم عرفة أن الأولى والأفضل أن يكون مفطراً في يوم عرفة ليقوى على الدعاء وعلى التعبد في هذا اليوم العظيم هذا مذب الأحناف والحنابلة ويرى الإمام أحمد رحمه الله أن يكون آخر هذه الأيام أن يكون آخر هذه الأيام يوم التروية القول الثاني أنه لا يجوز الصيام إلا بعد الإحرام بالحج هذا القول الثاني لا يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج إلا بعد أن يحرم بالحج وهذا مذب الملكية والشافعية لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت